مرحبا بك مرحبا بك نعم بالحديث عن ذلك هل تحدثنا بداية عن مسار العلاقات الأخوية الطيبة التي تمتد وتضرب في عمق التاريخ بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هم أهل وأخوة وعيشة واحدة ما بين مشتركة ما بين البلدين منذ الأزل سابقا كان على طريق الفرضة وعندما استوى الجسر نبنى بنيان قوي ما بين المملكتين والله يزيد المحبة ما بين المملكتين هل قريبتان من بعض؟ نعم تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي انعقد منتدى الأعمال البحرينية السعودي فرص التكامل الاقتصادي فهل تحدثنا عن أهمية انعقاد هذا المنتدى في هذا الوقت تحديدا؟ هذا المنتدى جدد ما بين الدولتين حضارة قوية للمستقبل للأجيال شراكة مشتركة ما بين البلدين للجيل القادم والشباب الواعد هذا العقد الشراكة ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين للمستقبل للجيل الجاي القريب جدا ممتاز وان شاء الله على هذه القرابة والأهلية أن تكون مملكة البحرين ومملكة العربية السعودية هي دولة واحدة مشتركة نعم طبعا نساعدين بذلك لو أمكن أن تحدثنا أكثر عن الفرص الاقتصادية التي سيحققها انعقاد هذا المنتدى لمملكة البحرين والشقيقة الكبرى السعودية المنتدى هذا كان في عقود مبرمة ما بين البلدين وعقود استثمارية وكان سابقا ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عقود واستثمارات طويلة مدى شراكة بدتها أكثر من 30-40 سنة الآن شراكة مشتركة ما بين البلدين والحمد لله اليوم رسخت أن عقد الشراكة ما بين المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية توقعت اليوم عقد شراكة مشتركة ما بين الطرفين وهذا فضل عند الله نعم نجدد فخرنا واعتزازنا بهذه العلاقات الكبيرة والحميمة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقة الكبرى السعودية سيد سالم بن علي السالم نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني شكرا جزيلا على توجدك معنا اليوم كل شكرا